تابع الوحدة السابعة تخصيص التكاليف المنتجات المشتركة والفرعية أمثلة تطبيقية مثال واحد بفرض أن المادة الخام نون والتي تكلف استخدامها 6000 ريال قد نتج عنها ثلاث منتجات هي ألف وباء وجيم والجدول التالي يوضح البيانات المرتبطة بها أدي المنتجات ألف وباء وجيم هنا عدد الوحدات المنتجة من كل منتج مشتق ودي عدد الوحدات المباعة من كل منتج مشتق وده سعر بيع الوحدة من كل منتج مشتق يعني مثلا على سجمسة الألف حننتج منه 2000 وحدة وحنبيع 1500 وسعر بيع الوحدة واحد واحد ريال باء الأنتجناها 3000 وحدة والمباعة 1800 سعر بيع الوحدة 8 من 10 جيم 5000 وحدة المنتجة والمباعة 4500 وسعر بيع الوحدة 7 من 10 المطلوب تخصيص تكلفة المادة الخام واعداد قيمة الدخل للمنتجات الثلاثة ونسبة مجمل الربح بطريقة القياس المادي طرية الأولى طرية الثانية طريقة القيمة البيعية الإجمالية القابلة للتحقق الحل حل مثال واحد بطريقة القياس المادي أنا عندي نرسم المعطيات عندي التكاليف المشتركة كانت معطى ب 6000 ريال دي تكلفة المادة الخام تكلفة المادة الخام اللي حدثت تكلف اللي حدثت قبل نقطة الاشتقاق اشتق من المادة الخام ألف وباء وجيم دي عدد الوحدات المنتجة من ألف 2000 ومن باء 3000 ومن جيم 5000 مجموحهم 10,000 عدد الوحدات المباعة 1500 2800 4500 سعر رباية الوحدة واحد 8 من 10 سبعة من 10 في طريقة القياس المادي الوحدات المادية الطبائية حنعتمد في التخصيص على الوحدات المنتجة حنعتمد في تخصيص ال 6000 دي عشان نخصصها على الالف والباء والجيم حنخصصها بنسبة عدد الوحدات المنتجة اللي مجموحها كان 10,000 يبقى نقسم ال 6000 على 10,000 عشان نجيب نصيب الوحدة الوحدة والنصيب اللي يطلع لو ضربناه في 2000 يطلع للنصيب 1000 من ال 6000 بتاع المشتركة النصيب اللي طلع لو ضربناه في 3000 يطلع نصيب باء لو ضربناه في 5000 يطلع نصيب جيم ونشوفها كالآتي نشوفها كده التكاليف المشتركة كانت 6000 ومجموعة الوحدات المنتجة جمعناها من على الرسمة ب10,000 يبقى في الحالة دي أجيب نصيب الوحدة من التكاليف المشتركة هتساوي 6000 على العشر تلاف يطلع 6 من عشر ريال لكل وحدة نصيب المنتج 1000 ألف هاخد ال 6000 اللي هي نصيب الوحدة في ال 2000 وحدة المنتجة من ألف تطلع 1200 نصيب المنتج باء أخد برضو ال 6 من عشر بس أضربها في 3000 اللي إحنا أنتجناهم من باء تطلع 1800 نصيب جيم برضو ال 6 من عشر نصيب الوحدة في ال 5000 وحدة اللي أنتجناها من جيم تطلع 3000 يبقى كده وزعنا ال 6000 لو جمعنا ال 3000 المجموع لازم يكون ال 6000 اللي إحنا كنا بنوزع حالية تكاليف المشتركة لتحديد تكلفة المخزون ألف وباق وجيم عدد الوحدات المنتجة من كل منتج ناقص عدد الوحدات المباعة من كل منتج يديك عدد وحدات المخزون يبقى ألف أنتجنا منه 2000 وبعنا 1500 يبقى باقي كم وحدة مخزون كمية المخزون كان 500 وحدة باق أنتجنا 3000 وبعنا 2800 يبقى المخزون الباقي كم وحدة 200 وحدة جيم أنتجنا 5000 وبعنا 4500 يبقى كم وحدة مخزون بقية 500 يبقى دي عدد وحدات المخزون وأنا عندي تكلفة الوحدة 6 من 10 تكلفة الوحدة حسبناها 6 من 10 يبقى لو ضربت عدد وحدات المخزون لايه كمية المخزون لايه الكمية لو ضربتها في تكلفة الوحدة يديك تكلفة المخزون يبقى 500 في 6 من 10 يبقى تكلفة المخزون يبقى تكلفة المخزون من 1300 ريال طب 200 وحدة في 6 من 10 120 500 وحدة في 6 من 10 300 يبقى دي تكلفة المخزون حسبناها طب نعمل قائمة الدخل دي اللي هي قائمة الدخل أنا عندي كمية المخزون من كل منتكة معطى ب1500 ألف 2800 با 4500 جين سعر باية الوحدة كان معطى يبقى ده كان معطى وده كان معطى سعر باية الوحدة 1 8 من 10 7 من 10 لو ضربنا كمية المبعاد في سعر باية الوحدة يطلع لإرادة المبعاد إرادة المبعاد من ألف 1500 في واحد ب1500 با 2800 في 8 من 10 با 2240 جيم 4500 في 7 من 10 3500 وجمع 1500 زائد 2240 زائد 3150 يبس 1890 ده إرادة المبعاد خليه على جنب يطرح تكلفة المبعاد بجيب تكلفة المبعاد ازاي ببدأ بتكاليف الانتاج في عندي نوعين من تكاليف الانتاج تكاليف مشتركة وتكاليف خاصة تكاليف مشتركة اللي هي بعد التخصيص بعد ما وزعناها بعد التوزيع أما وزعناها كان نصيب 1200 وبا 1800 وجيم 3000 مجموحهم 6000 اللي احنا وزعناها من تكلفة المشتركة اللي وزعناها طب هي التكاليف الخاصة في هذا المثال هذا المثال ما كانش فيه شرطة 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 نجمع يبقى اجمالي تكلفة الانتاج خلال الفترة 1200 1800 3000 6000 اجمالي تكلفة الانتاج أضيف عليها تكلفة مغزون اول مدة مفيش ما كانش معط واطرح تكلفة مغزون اخر مدة اللي هو حسب اللي حسبناه في الشريحة السابقة 300 احطها بن قصر عشان تطرح 120 300 مجموحهم 700 وكم وعشرين ونبدأ نصف النتيجة 1200 زائد صفر مفيش يعني ناقص 300 دي تطلع 900 ودي لما نجمع ونطرح عندي ناقص ده 1680 3000 ناقص 300 يبقى 2700 وستلاف ناقص 720 يبقى 5208 يبقى دي تكلفة المبيعات 300 يبقى يبقى لو سميت السطر ده سين والسطر ده صاد سطر ده صاد يبقى السين ناقص الصاد ده اللي هي إرادة المبيعات ناقص تكلفة المبيعات يديني مجمل الربح يعني جبنا مجمل الربح دي 600 جبنا من هين كان إرادة مبيعات 1500 وحسبنا تكلفة مبيعات 900 لفر بينهم 600 باء كان إرادة مبيعات 2240 تكلفة مبيعات 1680 جيم 3150 إرادة مبيعات ناقص 2700 تكلفة مبيعات يبقى مجمل الربح 450 كذلك بالنسبة للإجمالي 6 890 ناقص 5200 8610 يبقى مجمل الربح هذا جهة عبارة عن إيه الإراد ده بيساوي إراد ناقص تكلفة نسبة هامش مجمل الربح دي جي منين الاربعين في المية دي جي منين حقسم 600 على 1500 يبقى 600 على 1500 يعني لو قلت مجمل الربح مجمل الربح وأسمته على إرادة المبيعات في 100 عشان نحولها نسبة مقاوية يبقى مجمل الربح لإرادة المبيعات مجمل الربح أقسمه على إرادة المبيعات في 100 يطلع لنسبة هامش مجمل الربح يبقى الربح دي جات منين من قسمة 600 على 1500 في 100 تبدي جات منين 560 على 240 في 100 طب الربعة عشر فاصل ثلاثة في المية جات منين من اسم 450 على 3350 في 100 طب 23 فاصل الربعة في المية من اسم 1610 على 6890 في 100